قال باحثون أمريكيون إن دراسة جديدة ألقت الضوء على كيفية تسبب فيروس زيكا بحالة عصبية نادرة وأظهر الباحثون أنه ربما تؤثر نتائج هذه الدراسة على عمل الشركات التي تسعى لإنتاج لقاحات مضادة للفيروس وأشارت الدراسة إلى أن الآلية التي تسبب الإصابة بمتلازمة غيلان باري وهي اضطراب مناعي يهاجم فيه الجسد نفسه بعد إصابته بعدوى زيكا كانت هي ذاتها التي تسببت في حدوث هذا المرض في حالات أخرى